السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز المرأة أن تجهر بصوتها في صلوات الجهرية منفردة أو جماعة؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى قال ولو صلت المرأة بجوار النساء إما أن تكون إمامة أو تكون في حضرة النساء منفردة أو بجوار أحد من محارمها يعني زوج أو عم أو خال أو أخ أو طيب لها أن تجهر ولا شيء عليها طيب ولو في وجود أجنبي الأفضل أنها توطي الصوت طيب ولو جهرت صوتها مش عورة والصلاة ليست باطلة عشان نخلي بنا من دي يبقى لو جهرت في وجود أجنبي الصوت مش عورة وصلاتها ليست باطلة ولكن بنذكر أن الفقهاء عايزين يعملوا يعني حالة من مش من الضغط حالة من السياج الأدبي الجميل يعني حول المرأة فمنقول لو كانت في محضر من رجال أجانب تخفض من صوتها مع الأخذ في الاعتبار بأن صوت المرأة ليس بعورة الأخذ ولكن الضغط الضغط تخفض من